ليست وحدها أعاصير السياسة ما تهدد اليمنيين بل أعاصير الطبيعة أيضا فالمناطق الجنوبية التي شهدت انقلابات ومواجهات دموية تترقب بحذر إعصار كيار الذي يصنف كأقوى الأعاصير في بحر العرب وقد بدى الإعصار بالاقتراب من سواحل سلطنة عمان ومن المتوقع أن يضرب سواحل سقطرة والمهرة وحذر موت وقد تصل تاثيراته إلى أبيا ولحج وعدا ومع أن خبراء الأرصاد الجوية صنفوا إعصار كيار ضمن الدرجة الخامسة والأكثر عنفا إلا أن غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر في حذر موت قللت من خطورته على السواحل اليمنية قائلة في بيان لها إن تأثيراته لن تكون مباشرة وذلك بناء على متابعتها لمسار الحالة المدارية في بحر العرب الحكومة اليمنية التي تتواجد بشكل نسبي اكتفت سلطاتها المحلية بتوجيه الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد ودعت لتشكيل غرف طوارئ وفرقين قاذ وفي الوقت الذي حذر فيه وزير الثروة السماكية صيادين طالب وزير الإدارة المحلية منسقية الشيون الإنسانية الأممية بتوفير كافة الاحتياجات الإغاثية والطبية والإيوائية اللازمة وقد شدد وكيل محافظة حذر موت على ضرورة اختار السكان ووسائل الإعلام بتطورات اتجاهات الإعصار لاتخاذ إجراءات احترازية مبكرة وأكد محافظ سقطرة على ضرورة وضع آلية لمواجهة عصار كيار بالمقارنة مع سرعة الإعصار التي تتحرك بسرعة 17 كم بالساعة فإن التحركات الرسمية لتفادي أخطاره تبدو بطيئة للغاية وهو ما يوسع من حجم التخوفات التي تعيد للذاكرة إعصار لبان الذي ضرب حذر موت والمهرة قبل عام من الآن ترجمة نانسي قنقر